في ليبيا استعادت القوات المدعومة دولياً دوائر حكومية جديدة في مدينة سيرت كانت تحت سيطرة تنظيم داعش القوات التي تشكل معظمها كتائب من مدينة مصراتة علنت أنها على وشك السيطرة على كامل سيرت بعد استرداد أغلب مناطق المدينة في حملة بدأت قبل ثلاثة أشهر لكن حسمها تأخر بسبب التفجيرات الانتحارية والقناصة والألغام في إن كشفت الغيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا عن شنها 65 غارة على مواقع داعش في سيرت منذ مطلع آب وحتى الخميس الماضي